السلام عليكم في هذا الدرس نشرح كيف نوقع تفاحة من الأعلى على اللاعل بتغطيله إذن أقول لهنا New Scenes ومن New Scenes أقول له Save Scene وSave Scene أذهب إلى Scenes وأسميه إيش Player Beards على أساس أن الBeards سوف أتغطل أو أي شيء أوكي هذا الBeards الذي كوناها سوف أضع فيها بعض الأمور من Prefabs التي لدي أنا سابقة أوكي أسحب هذه وأسحب مرة أخرى Prefab ذاته هم كل الأمور التي يستموجوده وأسحب اللاعب شي جميل الآن أذهب إلى الإيش أذهب إلى السبريتز وهنا وحدة من الأوبجيكتات هذه التي كانت موجودة تأكد إنه تختار إيش تذهب إلى تطبطها وتعمل لها Edit بعد أن تقسمها بهذا الشكل تعمل لها Slice وتعمل لها Apply حتى تحصلها بهذا الشكل بعد أن تحصل بهذا الشكل افتحها واخذ سائل اسمه تفاح هاي التفاحة من هنا تعكد إنه نختار هذا وغير السائز الخاص به إلى أصغر هاي التفاحة أضيف لها خاصية الجاذبية حتى تقع أوكي رجوادي وأضيف لها خاصية Physics Studio حتى Books Collider حتى عندما تقع يتغطخ بإنسان طبعا أفضل أن نضع Books Collider نضع Circle Collider لأنها دائرة بس أوكي لا يجد مشكلة إذا وضعنا Books Collider الآن المفروضة هذه عندما تقع سوف أتقع على اللاعب بجنبه أوكي لا جذر أنا أدعي عندما تقع على اللاعب تقتله أوكي المفروض هنا أعطيها Tag أختارها وأعطيها Tag اسمه هنا اسم التاغ اللي أعطيها لك كلبلاير لماذا كلبلاير نحن شرحناه سابقا عن اللاعب اللاعب يحس بأي تاغ اسمه كلبلاير إذا طخه يقتله إذن هذه أعطيها تاغ كلبلاير عندما تضخه تقتله أوكي الآن بقى شيء مهم أنه هذه لما أنتقع أريد أن تختفي التفاحة لأن لاحقا سوف أجعل الطير يرمي تفاحات ليقتلك فأجب التفاحة عندما تذهب إذن كيف أخفيها أحتاجها Script أذهب لها Script وأذهب هنا Open New وأسميها Apple Hide المفروض هذه تخفي الأبل وأفتحها طبعا هناك ميثود خاصة بالكولوجين ماذا أقول له أقول له On Collegion Enter 2D نفذ لي هذه الميثود هذه الميثود خاصة بالGame Engine يعني خاصة بهذا الكلاس أصلا يعني هي مع الـ Unity هذه تحس متى ما تخي الأوبجيكت يعمل كولوجين يطخ أي أوبجيكت آخر أي أوبجيكت آخر يطخه سوف تختفي سوف تتنفذ هذه الميثود إذا أنا أدري ما تتنفذ تختفي الGame Object فأقول له Destroy للGame Object أوكي الآن مو واضح الآن متى ما طخها تختفي الـ Game Object بشي جميل أعملها Save أربط هذه الأبل أربطها بالطير اللي هي هذه الأبل إذا فدعني أسحبها وأربطها بالـ Apple هذه الآن هذا الأبل أصبح مرتبط بهذه السيكريف الآن هذه السيكريف عندما تطخ أي أوبجيكت تختفي بشي جميل وذلك إذا أنت تطخ specific layer تجعل specific layer إذا أنت تطخ لي كائن معين تطخلك كامل طبعا أكيد تحتاج هذه يعني إحنا هذا اللاعب بعد لم نضع عالية حساسات في كل مكان لديه حساس فقط بالجانب إذا ضعنا على حساس بالأعلى إذا ضعنا على سمية الأوبجيكت و أمبتي وهذا الأمبتي أخذه و أضعه في الأعلى حتى يحس أيضا إذا تخه أوبجيكت من الأعلى أيضا يحس بي ليس فقط جانبا أوكي أضعه Game Object و أضيف له هذا physics 2D وأقول له box collider ولا يتحكم على سمية الأوبجيكت بالـ X أجعله أربعة أربعة كثير أجعله أثنيا والـ Y 1 أبقي هذا الشكل حتى فقط أنه يحس متى ما وصله إذا تقللها في الـ X قللها في الـ Y قللها .2 بهذا الشكل حتى متى ما وصل لهذا المدع الفوق يعني أي واحد يطق هذا المدع يحس بي أجعله زي trigger أتأكد من عنده وأسحابه أقول له rename وأقول له player above player sensor top هذا يتحسس من التوب وأسحابه وألقيه في الـ player وأتأكد أنه أقول لـ apply حتى يعمل لـ play على كل game object أوكي إذا هذا اللعب متى ما أصبح فوقه أو جانبه يعتبره متخبي الآن أوكي إذا عندما تقعد تفاعله تخفيه لأنه السنسور الفوق يحس يحس بالـ object قبل قليل لم يكن هناك سنسور فوق فقط جانبا فلم يحس به إذا هذا كيف يختفي الآن لاحقا سوف نشرح كيف يقوم الطير برمي هذه الكرات على اللاعب ليختله تخفي ترسكاتي من شاء الله